بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب اكونوا جميعا بخير النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض على كذا طريقة لفحص واختبار او قياس الايسهات او الدول المتكملة هنتعرف مع بعض ازاي نقيس الايسه وازاي نحكم عليه اذا كان بايز او سليم بقى ابسط الطرق وبعدين بقى اضاك الطرق يعني انا هديك كذا طريقة انك تحكم بها على الايسه اذا كان شغال او مش شغال الكلام ده طبعا الاخوة المبتدئين لان بالنسبة لهم بيكون يسمعوا كلمة اياس الايسهات او الحكم او انه يقرر ان الايسي بايز او شغال دي بالنسبة له مشكلة وصعبة وبيخاف يتخذ كلا فيها قرار لان في بعض الايسهات بيكون سعرها غالي فبيخاف انه يروح يجيب ايسي ويطلع المشكلة منه مش منه فانا هديك النهاردة الكلام ده للاخوة المبتدئين انا هديك النهاردة ابسط الطرق واسهل الطرق انك تحكم على الايسي اذا كان بايز او سليم ازاي الكلام ده خليك معايا وركز واول طريقة منهم هي ان انا حست النظر اي جهاز يجيلي اي جهاز يجيلي اول حاجة بعملها انا بفتح الجهاز وبص نظره عامة على كل العناصر بتاع الجهاز اشوف اثر دخان اثر اثر حاجة اثر حرارة زيلا عن اللازم اثر مادة سيلة نازلة على الايسهات نازلة على البتاع كل دي حاجات ببان اثر شرط بين الاطراف مسياح الاطراف بتاع يعني كل دي حاجات ببان في شرخ في اثر حرارة في دخانة في مش عارب ايه كل دي اثر ببان معايا بالنظر اقدر احكم بها على الايسي اذا كانت سليم اول حاجة عندي الفحص بالنظر اول طريقة افحص بها الجهاز ان افحصه بالنظر او الايسهات تاني حاجة اللمس تاني طريقة انا بديك الطرق البسيطة الاول لغاية ما خش على ادك الطرق بعد كده في الايسات احنا بديك الطرق المبدئية اللي هي السهلة عشان تحكم على الايسي بابسط الطرق فالاصعب فالاصعب فالاقوى فالاقوى فالادك 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 عالية عن اللزوم او عن الطبيعي يبقى الايسي ديفيس طيب اذا كانت درجة الحرارة الايسي بارد معناها انه مش شغال عدم شغل الايسي اما انه مش دخله تغذية واما انه هو فاصل من الداخل نفسه حصل فيه شرط داخلي ففصل الطرف بتاع التغذية انه يدخل باور على الايسي فالايسي بارد مش شغال خالص يبقى يا اما مش دخله تغذية من طرف الفيزيسي بتاعه يا اما الايسي نفسه فاصل من الداخل عشان كده مش شغال طيب يبقى خدنا او عرفنا ان لو في حرارة زيادة عن الطبيعي يبقى اعرف ان الايسي محروق طيب لو في بارد يبقى مش شغال نتيجة انه مش دخله التغذية بتاعته يبقى اما ده في الدفايان الطبيعي الدفايان الطبيعي بتاع الايسي الطبيعي ده بيبقى ايسي شغال وما فيش فيه اي مشاكل يبقى انا عرفت انه شغال من درجة حرارة طبيعية يبقى دي الطريقة التانية او ان انا اقدر احكم على الاي سي حكم مبدائي او اولي اذا كان الاي سي بايز او تالف او سليم الطريقة اللي بعد كده ان نكشف على الجهد بتاعه جهد التغذية بتاعه ايسو اذا كان موجود او مش موجود ممكن يكون داخله التغذية فعشان كده مش شغال ممكن يكون داخله التغذية والاي سي نفسه كتمها اعمل عليها شورت فكتم هاجه ايس ما لقير شورت يبقى لازم احرر طرف الفي سي الاول او طرف التغذية بتاعه وبعد كده ايسو التغذية واجهة ويشوف اشوفها هتكتم ولا هتفضل التغذية دي برضه اقدر احكم بها ال اي سي حاجة اللي بعد كده ممكن احط الطرف سوف اضع اطراف السالب على جهة ال VCC او طرف التغذية وامشي بالطرف الثاني واجيب الافوميتر على وضع الصفارة او الجرز وامشي بالطرف الثاني على اطراف ال IC كلها واشوف هيديني اطراف كتيرة هتديني نسبة short او هتديني short او هتديني صفارة برضو اقدر احكم على ال IC ده ان هو بايز الطريقة اللي بعد كده ان انا لو عندي IC زيه جديد وسليم او متاكد انه سليم بعمل بقيس ال IC الجديد وقيس ال IC اللي انا شغال فيه واعمل مقارنة بين ال IC بالمقارنة بين القراءات اللي هتدها لي لو نفس القراءات يبقى ال IC سليم لو لقيت فيه فرق كبير بين القراءات وبعضها بين ال IC السليم وال IC السليم يبقى ال IC بايز احكم عليه انه بايز على طور طبعا ما عنديش IC عشان اعمل عليه المقارنة دي سهلة جدا اما اني يكون عندي الرسم الفني او المخطط بتاع الجهاز اللي انا شغال فيه واشوف ال IC اللي انا شغال عليه اشوف بياناته واشوف اطرافه التغذية بتاعته فين والارض فين وادخله الاشارة فين الانبوت واغيس الجهود بتاعتها وإيس الجهود الاي سي زي ما هو مدون على المخطط الفني او الرسم الفني بتاع الجهاز واقدر اتأكد ان كان الائي سي شغال ولا مش شغال يا اما لو ما عنديش المخطط او الرسم الفني بتاعه بدخل اجيب الداتا شيت من على الانترنت من على جوجل باكتب رقم الاي سي واكتب جنبه داتا شيت يدخلني على الصفحة بتاعت يديني كل البيانات بتاع الاي سي او الداتا شيت بتاع الاي سي اقدر اعرف اطرافه واعرف ضهود التغذية بتاعته بتخش منين او جوز الفي سي والارض بتاعه فين والاشارة فين والخرج فين دخول الاشارة وتخرج الاشارة واقدر اتعامل معاه بناء على الداتا شيت بتاعته واعمل عليه الاياسات المطلوبة عليه واقدر اتأكد ان كان شغال ولا مش شغال ودي ادك طريقة وافضل طريقة الطرقتين الاخرانيين دول اللي بحكم عليهم واتأكد اذا كان الاي سي فعلا شغال او فيه اي مشاكل اظن كده سهلة وبسيطة العملية ما فيهاش اي صعوبة انما الاخ المبتدئ يسمع كلمة اياس الاي سي او اياس الاي سيات يحس ان دي فيها مشكلة كبيرة وحاجة صعبة ومش يقدر يحكم وممكن يروح يجيب اي سي غالي وبتاعه ويطلع العيب مش منه انا اديتك كل الطرق اللي تقدر تحكم بيها على الاي سي اذا كان سليم او مش سليم او شغال او مش شغال رب كن قدرت اوصل لك المعلومة ببساطة وبسهولة واحنا تعودنا مع بعض ان نجيب لك المعلومة المفيدة اللي تفيلك في شغلك مش حكاية ان احنا نعمل فيديوهات ونعد فيديوهات وخلاص لا انا بستشعر الاخر المبتدئ بيبقى محتاج ايه او محتاج المعلومة اللي هو محتاجها فبحاول اديها لك ببساطة وبسهولة بحيث انك تتعامل مع اي عطل او اي جهاز بدون ما تحصل ما تعمل فيه مشاكل او تبوز فيه حال اشكركم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته